على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية التي أتت بنتائج أظهرت تراجعاً واضحاً للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران لا يزال الانقسام السياسي هو السائد في العراق وما زالت الخلافات تلقي بظلالها على المشهد العام في البلاد رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح والذي يخوض بدوره صراعاً للاحتفاظ بمنصبه وصف الانسداد السياسي في البلاد بأنه مقلق مشيراً إلى أن هناك من يريد أن يشغل العراقيين بصراعات داخلية تسنزف قوتهم بدوره أكد رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي أن هناك خشية كبيرة لدى العراقيين من انزلاق سياسي بسبب لغة التخوين المتصاعدة بين القوى السياسية يجب أن نعترف أننا نعيش إزمة سياسية ونجتهد في إيجاد الحلول وأحياناً معلسف شديد نجتهد في ابتكار العواق والانسدادات وعلينا أن نحترف وبكل صراحة بأن شعبنا قلق من المستقبل يتسابق زعماء العملية السياسية في كيل المديح للميليشيات خوفاً وطمعاً ويتبارون في الحديث عما تعانيه البلاد من أزمات دون أن يجرأ أحد منهم على ربط الأمرين ببعض وقدموا التضحيات إلى جن القوات المسلحة العراقية في الجيش وفي الشرطة وفي كل مؤسسات الدولة بما فيها أخوانهم في الحجد الشعبي ولكن لا زال الطريق إلى الدولة لم نصل له إلى حد الآن لا يستطيع الحلبوسي أن ينكر أن تسعة عشر عاماً من عمر هذا النظام السياسي لم يتمكن فيها من الوصول إلى الدولة اعتراف يفسره الشطر الأول من الكلام الذي يشيد فيه بميليشيا بدر التي كانت ولا تزال واحدة من أهم معاول هدم الدولة إلى جانب بقية الميليشيات التي تقف عائقاً أمام تشكيل الحكومة من خلال ما بات يعرف بالثلث المعطل الذي يعمل إلى جانب الثلثين الآخرين على تعطيل واقع العراق كله بعد أن حوله هؤلاء إلى حلبة صراع مفتوح لا يبدو أن جولته الحالية ستنتهي قريباً